السلام عليكم في قناة حباتو كاراز اليوم سوف نقدمه شكل القطو من نفس العجينة يمكننا نخرج منها أشكال غريبة بكوكاو ونص الوقت شكل الهلال كما تشوفه في التصور يجو زوينين وهشاشين والمضاق يجو مبتلين على بعضيات اللي نبدو على براكة الله فهذه المقادر هذه نحتاج زلفة الكوكاو والتي أنا نطحنها مسبقة مع كاثد الزيت لتعطينا هات الشكل هادا كي يجيهم طحون مزيان بنسبة الناس اللي معنمش المول باش يطحنوا كوكاو ويجيهم على شكل العجينة هدي أسهل طريقة كاسة الزيت يطحنوها مع زلفة ديال كوكاو واتطعهم بحل هكا هاد العجينة بحل هكا كنزيت معها القرفة وشوية ديال نافع اختيارين أنا كيعجبوني مضاق ديالهم بيضة واحدة مئتين جرام ديالة الزبدة تكون بحرارة المطبخ وكاس ديال سكر سقيل أنا كنحتاج غير كاس لان ما كتعجبنيش الحلوة بزاف وما كيقامش مني كتكون الحلوة ما حلواش بزاف اما الطحين غايكون على حسب الخالط وخمارة وحدة سبعة جرام وسكر فاني هنايا غادي نصرع لكم شوية الفيديو هنايا قاع المكونات اللي عندكم غادي تخلطوها غادي تخلي وغير خميرة والطحين هنايا غادي نخلط ذلك الزلفة اللي مطحونا مسبقا مع كاس ديالة الزيت مع الزبدة مع البيضاء مع سكر سقيل مع القرفة وحبة النفع هنا زيت السكر الفاني وهنا غادي نخلط مزيان مزيان باش غادي تجانس العناص هير اللي درناها باش من بعد نزيدو الطحين وهنايا قبل ما نزيدو الطحين غادي نزيدو واحد الخمارة ديال سبعة جرام كافية سبعة جرام لان الكمية اللي در تمشي كمية كبيرة غايجي يكون بلاتو 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 الواحد يعني كمية قليلة واللي بغاي يضاعف المقادر يضاعفها ماشي مشكلة انا بالنسبة لي اللي غاي حلوة للطار يقدر تصغير هاد الكمية هادي طحين كنديرو على حسب الخالط ما كنا نقول لكمش العبارة اكزاكتومو من بعدها ديشوفو شكل اللي عجين اخسو الجيه عجين ليين مايجيش قصح ومايجيش جاري باش يمكننا نجمعوه وماك يلسسقش بالايدي كيف ما كتشوفو حاليا هنا غانديرو شكل الاول اللي هو على شكل الهلال ما معتارف عليه ديما كان ديروه دائري طويل ومن بعد كننقوصه شي شوية على شكل الهلال اللي معروف اه هنا يقبل ما غاضي طيب وكي طيب من التحسو من الفوق وكي يجي قريب شوي للجيهات تحتانية مشها كان ما يتشقق لكمش وكي طيب علمه ال المية وتمانين دقري المدة تقريباً 15 دقيقة أما هنا الشكل الثاني نفزقه قليلاً بالماء لكي يلتسق عليه سكر سقل وبعد ذلك نشك فيه واحد أحبه لتلوس كما تشوفه ونضعه في البلاتو هذا السكر يعاونه لكي يتحمر وهذا هو اللي سيبدلها الماضاق من بعد غير غريبة يجب أن تقربوها في الأول تشعلوها غير الفوق تشعلوها غير الفوق حتى تشقق عاد حطوها لتحت تكمل الطيب ديلها تزايدها تقريباً شوية على الشكل الأولاني بواحد خمسة دقائق هنا قبل ما نحشيها ومن بعد أن تشوفوا هناك تشقق تشقق مزيان وبصحة وراحة نتمنى يعجبوكم من الأشكال خفيفة